انا صحيح انا اخته للشاهيد حمزي اسكندر بس فيش انت كمان ما بتعرفوا انه بعد ما توفى حمزي بشهران امي عملت سكت قلبية وتوفت ورا دغري لهالدرجة ما تحملت وهلأ باي بالمستشفى عنده عملية قلب مفتوح لهالدرجة مش قادر يتحمل غير وجع باقية لأهالي بس انا بدي حكي كلمة عقصة رئيسة الجمهورية لما فاتت النترات كان عنا رئيس جمهورية شو عمل ولما انفجرت النترات كان عنا رئيس جمهورية شو عمل شو فاتنا رئيس الجمهورية هلأ اذا اجه رئيس جمهورية رح يحل قضية انفجار مرفق بيروت اكيد لا اكيد لا ما رح يحلها شو بتقولي شو بتقولي للرئيس اللي جاي يعني احنا بغض النظر عن اسمه يعني الرئيس الجمهورية اللي بده يجي شو بتقوليله عنده صلاحيات إذا بدي قل له شيء قبل هلأ مشال عون محفظ الألقاب وقف وقال هايدي تراتبية صلاحيات أنا ما عندي صلاحيات طيب فأيزا اليوم لمين بتتوجهوا يعني اليوم لمين بتتوجهي لمين بدك نتوجه قائد الجيش بدل ما كان يتلفى بأرضه أو يكبه راح يساوم عليها وبده يبيعه ويبازر عليها عرضه على شماس وما بعرف عمين عرضه ليبيعه كان تلفه ما كان خي مات ما كان جوزه مات ما كان ابنه مات ما كان بيه مات شو ها نحن وان هيشين بغابي نعم تاب رحبه أنا عن فكرة مش هيدا كل الحك اللي أنا كنت مرد بيته أحكيه بس اللي سمعتوا منكم انه نحن شو عم نتناقش عم وضوع ساقة نحن معنا ساقة بالقادي اللي حامل هيد القضية وماشي فيها ما عاد عنا ساقة فيه نحن حكيناه وطلعنا لعنده وزرناه وعشرناه وتعرفنا عليه إنسان كأنسان أخلاقه بجنن وكتير منيح بس يا خي ما بتعرف شو صابه بطل قادر يكمل بهيد القضية نحن ما عنا ساقة فيه إذا بدو يكمل فيها هيجيب لنا حقنا ولا وين صار بالموضوع هو يوسف المولى تفضل حضرتك والد ورح نرجع نسمع رأيكم حضرتك والد الشهيد قاسم المولى يوسف المولى والد الشهيد قاسم المولى تحية إلا كل ضيوفك نحن بقصة انفجار مرفق بيروت سبقوا حكت الأخذ أنه كان في رئيس جمهورية نحن أول ما طلقنا وراحوا ولادنا راح لأولادة اتنين هذا الشاب شهيد لأمة العيش وشاب تاني راح لي ربيته عائدة كان جاية من شغله مزارة الطيونة حسن يمشيك تفنت اتنين بنفس السنة وبنفس القضية كمان شهيد لأمة عيش نحن اللي عم نقوله قاضي بيطار قاضي إنت قاضي نازيف ما عنا شك فيك بس كحوى محقق عدلي لا مش هيك نحن أول ما طلقنا قلنا الكل من رئيس جمهورية لأصغر موظف الحكومي تستسني حدا صاروا قللنا حركة أبال حزب الله قوات الكل البريء يسبب برأته الكل متهم والبريء يتفضل يسبب برأته مش أطلب فلان وفلان وفلان عملتها انت منك مستنسب لا ولم سياس انت صرت بتآمر يا قاضي بيطار على موضوع مرفق بيروت متآمر عدمات ولادنا انت متآمر علينا نحنا نتمنى منك اذا ما بتصحح مصارك اتنحى اشرف لك عد ببيتك نعم شكرا يوسي بعد عندي حسن الامين تفضل أول شيء الله يرحم جميع الشهداء ويشفي كل الجرحى يا رب في موضوعين بدي حكي فيون أول شيء أنا بالنسبة لقاضي بيطار نحنا بثنان ثمانة لألفان واثنان وعشرين حطينا بمؤتمر صحف في كل المستندات والأدلة وكل شيء عملون المخابرات الأمريكانية الأفقنبيل الوثيئة كلها هذا كان إخبار للدولة اللبنانية وللأسف ما حدا دقنا أو حكينا يعطونا إياه لأنه هن معين هن كلهم معين والشغل الثاني على الإعلام من ثلاث وقفات بأربعة شهر عطيناهم بالمباشر للإعلام يعرضوهم ما نعرضو الشغل الثاني والأهم على قصة ملف الجرحة اللي في اللي في سبعين اثمانين جريه عندهم إعاقات دائمة واللي بعضوا اللي هلأ عم يشحدوا مع احترامي لهذه الكلمة عتعبير عم يشحدوا كيف بدون يأمنوا عملية بعض النواب اللي عند حضرتها خلعا بقولوا ما بدون ينزلوا على جلسة أشريعية أنا ما بهمني رئيس جمهورية ولا بهمني ولا شيء ما بهمني آخر همي رئيس جمهورية ما حيجيب لي ولا يقدم ولا يأخر معي لأن كان قابل وقابل وقابل ومثل قلتها بس نحنا تقدمنا بمشروع للجرحة ينضموا لجرحة الشهر لجرحة الجيش اللبناني لجرحة الجيش اللبناني لتلت كتل نيابية كبار ما حنعلن الأساميين هلأ بمؤتمر صحف منعلن الأسامي هلأ في نواب موجودين عند حضرتك شو كان يتفضلوا هلأ يطلوا على الهوى مباشر يقولوا يقولوا أنه يضموا هيدا الملف لقلهم بأول جلسة تشريئية ينزلوا علي أكرامة هيدا الملف نعم شكرا لألك حساب لا معك في شغلة صغيرة للقاضي بيطار بس كلمتين حقلوا إياها أو لجد معلوف الله يكسر ديته ويفك رأبته اللي مضى عن نترات أو جون أهوجة اللي هو بيعرف نزل شربوا قهوة قاضي البيطار ما نزل وقفوا متهم الكل متهم عنا ما حدا بريء عنا لحتى يسبتوا براءتهم للقاضي بيطار حقلوا كلمتين بس كلمتين مختصرين إذا عنده زرة من الكرامة أو زرة من الإنسانية أو من الضمير أو من الشرف يتنحى هالقضية لأنه متآمر على قضيتنا شكرا لألك حسن مشكلة شكرا للمشاهدة